العظم الواتدي أو ما يسمى باسم الاسفينويد بون هو أحد العظام المكونة لقحف الجنجمة أو لقبة الجنجمة اللي هي الكرينيوم والاسفينويد بون هي من العظام المفاردة اللي هي غير مزدوجة يعني يوجد منها قطعة واحدة فقط من حيث الشكل فالاسفينويد بون على شكل فراشة بتمتد بشكل كامل خلال الحفرة الدماغية الوسطى أو ما تسمى باسم الميدل كرينيوم الفصة وبالتالي بتكون جزء كبير من قاعدة الجنجمة والعظم الواتدي هو حلقة الوصل بين عظام الكرينيوم لأنها العظمة الوحيدة اللي بتتصل بجميع عظام الكرينيوم تعالوا بقى نشوف تكوين العظم الواتدي العظم الواتدي بيتكون من ثلاث أجزاء البادي أو الجسم ليزر وينجس أو الجناحين الصغيرين والجريتر وينجس أو الجناحين الكبار جسم العظم الواتدي بيحتوي على حفرة صغيرة اسمها السلة تيرسيكا بالعربي يعني السرج التركي واللي بتحتوي على الهايبوفيسيز أو البتويترينكلاند اللي هي الغدة النخمية تحت السلة تيرسيكا بيبقى موجود تجويفين مليانين بالهوى اسموه مسفنويت ساينسيس اللي هم الجيوب الأنفية الواتدية الجدار الأمامي للسلة تيرسيكا اسمو توبركلام سيلي والجدار الخلفي للسلة تيرسيكا اسمو دورسام سيلي واللي بيمتد إلى الخلف هو بينتهي ببروزين اسموهم بستوريير كلينويد بروسيسيس والجزء التاني من العظم الواتدي اللي هو الليزر وينجس أو الجناحين الصغيرين كل جناح منهم بيكون على شكل مسلس وبيتصلوا بالجزء العلوي من جسم العظم الواتدي وبيكون كل جناح في النهاية بروز اسمو أنتيريور كلينويد بروسيس واللي بيبقوا على محازاة مع البستيريور كلينويد بروسيسيس علشان بيتصل بيهم حاجة اسمها تنتيريوم سيرابيلاي اللي هنعرفها كويس في كرس المخ من آخر العلامات المميزة لليزر وينجس هو أنهم بتمر منهم الأوبتيك كنال ودي القناة اللي بيمر منها كل من الأفصال ميك أرتري والأوبتيك نيرف نيجي بقى بعد كده للجزء التالت والأصعب من العظم الواتدي وهو الجريتر وينجس أو زاسفينويد بون واللي بيمتدوا على الجانبين كل جانب منهم بيحتوي على ثلاث سقوب علشان يمر منهم العصاب والأوعية الدموية والسقوب دي هما الروتندن فورامين والأوفال فورامين والسبينوسان فورامين وكل جناح من الأجناحة الكبرى بيمتد منه بروز لأسفل اسمه تيرجويد بروسس بيحتوف أوله على قناة أو صوب باسمه تيرجويد كنال أو الفيديان كنال واللي بيمر منها البتروسال نيرف والتيرجويد بروسس أثناء امتداده الأسفل بينقسم لجزءين جزء داخلي ميديال تيرجويد بلايت و جزء خارجي اللي هو لاترال تيرجويد بلايت بتتصل بيهم التيرجويد ماسلز واللي بتشارك في حركة الفك السفلي ترجمة نانسي قنقر